احتفل غبطة البطريارك الكاردنال لويس روفايل ساكو بقداس إلهي أقيم في كابلا المعهد الكهنوتي في عنكاوا بإربيل بمعاونة عددا من الأباء الكهنة وحضور جمع من المؤمنين وفي عدته قال البطريارك ساكو يحاول كل إنسان أن يقدم صورة جميلة لذاته أمام الآخرين ويحميها بكل الطرق وأحيانا بعنف وهذا ينجلي في مثل عرضه يسوع من خلال موقف شخصين الأول في الريس وهو شخص لا يرى إلا نفسه ويستعمل الدين لإظهار تفوقه وتراه يحلل ويحرم كما يشاء والثاني عشار وهو الشخص الذي يضاعف الأرباح على حساب الناس دون النظر إلى ظروفهم وهذا خرجت صلاته عن مسارها الصحيح ودمر صلته بالله وخلص غبطته إلى القول هذا ما يفعله بعض المتطرفين في هذا الزمن ممن يتباكون على التقصي ولا يبكون على الإيمان ولا يفكرون بمساعدة الجيل الجديد على التقوى والصلاة